عيد الأضحى هو مناسبة دينية إسلامية صاحبه عادات وتقاليد اجتماعية ولكن هذا العام ومع ارتفاع درجات الحرارة سجلت بعض الإحصاءات الرسمية ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المياه الصالحة للشرب بحوالي 30% ما يعمق أكثر وفق خبراء من حالة الإجهال المائي الناتجي عن توالي سنوات الجفاف مع عيد الأضحى المبارك هناك استغلال المياه في أعلى مستوياته مما يشكي تساؤلا على جميع المستويات للمجتمع المدني للسياسة الحكومية فيما داع إيصال العمق الأزماء إلى المواطن ليصبح شريكا في الحفاظ على هذه التروة المائية النادرة بحكم التقلبات المناخية وبحكم كذلك ما تعرفوا البلاد من موجات جفاف رغم أن السلطات تخفض ضخ المياه في جل المدن المغربية أيام عيد الأضحى يعمد مواطنون لتخزين كميات وفيرة منها في سلوك اجتماعي يدينه البعض ويبرره البعض الآخر الناس يأخذوا كل ما كان في الروبيني كعمروا سطولة والبنيوات بزاف تقولوا كلا أسرى تقطع الموالك لما يبقى في الروبيني وذلك الموالك يضيع كنا تلاحظوا واحد الملاحظة بأن الدولة دي ما تتنقصنا الماء يعمد العيد ناظرة لتبدير المغرب أوصى بلاغ صادر من المكتب الوطني للماء والكهرباء المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه أيام العيد قائلا إن تضاعف الطلب على الماء خلال هذه المناسبة يأتي في ظل إجهاد ماء حاد بسبب الجفاف وانخفاض مخزون السدود كان مجهود كبير للدار في مستوى دي البناء السدود منذ الاستقلال حتى الدبا كان مجهود كبير وكان دبا حاليا مجهود دي الوسترسيدريك الربط بين الأحواض نحن نعرف بلنا المغربة في 16 حواض مائي ولأننا في نظري كيبقى للمشكل العويس الكبير بزاف هو السلوك البشري ومنعت السلوطات ري المناطق الخضراء والحضائق العامة وغسل الطرق والساحات بالماء الصالح للشرب مع تحديد عدد مرات تغيير مياه المسابح وغلق الحمامات العمومية ثلاث مرات في الأسبوع وإطلاق حملات توعية في كافة وسائل الإعلام ارتفاع استهلاك المياه الصالحة للشرب أيام عيد الأطحى يضاف إلى تحدي آخر يتعلق بتلووت البيئة واختناق شبكات الصرف الصحي بمخلفات الأطحية أمر وفق خبراء يتطلب المزيد من حملات التوعية في صفوف المواطنين للتعريف بحقيقة الوضع المائي الصعب الذي تعرفه البلاد فاطمة بغنبور الحرة الرباط اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر